العام للتجار والحرفيين الجزائريين بتهديدات التي تعرض لها بعض التجار في عدد من ولاية الوطن لإجبارهم على غلق محلاتهم أوضح الأمين العام بأن الأمر لا يتعلق بضراب فبعد ممارسة نشاطاتهم بشكل عادي صباحة الاثنين تلقى بعض التجار لسيما بولاية بيجاية وتزيوزو والبويرة تهديدات من قبل شباب مجهولية الهوية بحرق محلاتهم في حال بقيت مفتوح والحديث عن موضوع سعد بصدافة سيد الحاج طهر بولنوار رئيس الجماعية الوطنية التجار والحرفيين سبع خير سيدي أهلا وسهلا إذن بداية ما تعليقكم على الموجة الإضرابات التي تشنها بعض الأطراف على التجار حيث أنكم بالأمس نددتم بهذه التهديدات التي يمارسنها أهدو الشباب على التجار شكرا لك أولا ليس إضراب وإنما هو إشاعة إضراب نددنا أمس ولكن في البداية منذ حول 20 يوم قلنا وحذرنا وقلنا أنها مجرد إشاعة وفعلا أمس معناتها 2 جنوبي تأكد أنها كانت مجرد إشاعة بحيث أن جميع أسواق الجملة وجميع أسواق التجزئة عبر جميع ولاية الوطن مارست نشاطاتها واستكملت حملها بضمان الخدمة والتموين بالسلع والبضائع بصفة عادية ويوميا حتى اليوم وحتى الغد وحتى بعد الغد إلى آخرها أما ما ذكره التقرير في مسألة الاستجابة للإضراب وإن قلت أنها الاستجابة في الحق الإشاعة في مدينة بجايا وكذلك جزء أيضا من تجار البويرة ومدينة برج ملايل في بومردس هذه ثلاث مدن بعد منتصف النهار عن طريق اقتصالات مع ممثلين هناك من بجايا والبويرة اثنان منهم أكد أنهم تلقوا تهديد من طرف شباب يوما وكان يوم قبل هذا اليوم يهددونهم فيها أو يطالبونهم بغلق المحلة التجارية وإلا إذا فتحوا سيتعرضون إلى الضرب بالحجارة لتكسير واجهات محلتهم كذلك لا ننسى أن بعض التجار في هذه المناطق أو هذه المدن يوم قبل اعتقدوا صحيح أنه إضراب وطني لكن أمس لم يلتحقوا بما حلتهم لأن سكناتهم معنتها بعيدة فعندما تأكدوا أمس أنه ليس إضرابا وطنيا ولحد الآن لم تعرف حتى الجهة التي دعت إليه لا نعرف في العالم أنت إضراب يقام أو تنظيم إضراب أو احتجاج ثم الطرف الرئيسي الذي طالب بهذا يتخبأ ولا يعرف لحد الآن إذن فقرروا الالتحاق بأعمالهم عن تبتداء من اليوم في هذه المدن القليلة ممكن حجم الإشاعة يؤكد غياب ثقافة الاستهلاك أيضا عند المواطن اللي بعضهم صدق وحتى أنه الأيام الآخرة من 2016 حدث إقبال كبير على السلع على المخزونة على السلع وربما هذا الذي كان يريده مثير أو ناشر هذه الإشاعة بغرض زيادة الطلب لاتخاذه مبرر لتضخيم هوام الشربح ثم بعد ذلك إذا تمت الاستجابة لهذه الإشاعة فيتخذ مبررا أيضا لتضخيم الأسعار حسبكم سيد طهر بن نوار من يقف وراء هذه الحملات المسعورة اتجاه التجارة وجزائر؟ نعم أسبوع وضحنا ذلك في تصريحاتنا سابقا وكذلك في بيان صدر منذ حوالي أسبوع وعشر يام ابتداء من الأسبوع الثاني من انتشار الإشاعة عندما رأينا أن الإشاعة انتشرت بشكل كبير ولم يريد أي طرف أن يتبنىها كل واحد تخبى ثم انتبهنا بطريقة نشر الإشاعة حتى بعض الاتصالات كانت تتم مع تجار بأرقام مجهولة قال يوم الثاني جونبي كان إذ رابعا التاجر يسأله يقولوا نعم مشكول أنت نتحاور وكذا يقفل عليها الخط إذن عرفنا أن ممكن الأهم هو بارونات المضاربة لأن دائما تكون إشاعة في التسويق أو إشاعة تحت تجار يحدث الطراب عند المورني الطراب يدفعهم إلى تكديس السلع تكديس السلع مع أن يزيد الطالب يزيد الطالب تنتخذ مبرر لرفع الأسعار بحجة أن الطالب كبير والعرض هذا الأمر ثم بعد ذلك لاحظنا أنها بدأت تستغل سياسيا ممكن نتفهمنا لأن الانتخابات الشريعية ما زالها 14 أو 5 شهر ممكن تفهم إذن بدأت كيف عرفنا أنها بدأت تستغل سياسيا أن بعض التجاري قلنا أن جانا فلان عضو في مجلس شعبي ولائي جانا فلان مع أنت عضو في حزب سياسي وقال نعلاش ولازم الإضراب ولازم إضراب ما دخل فلان إذا لم يكن تاجرين إذا لم يكن موزعا إذا لم يكن تاجر تجزئة أو تاجر جملة ما دخله في إضراب إذا كان المعلمين داروا إضراب يروحوا ثاني التجار يشرحوا لهم الإضراب ويطالبهم إذا كان صحفيين داروا إضراب يعني كلهم في اقتصاصه إذن هنا عرفنا أن هذه الإشاعة طبعا استغلت بحجم كبير من طرف بارونات المضاربة والأمر الثاني رايحة أيضا إذا استمرت مع أنت تستغل من طرف أطراف سياسية وخاصة أن هذه الإشاعة لم تصدر عن التجار كل جميع ممثلي التجار ممثلي أسواق الجملة ممثلي أسواق تجزئة ممثلي تجار الولايات وهران وهران أمس عملهم 100% ولاية الجنوب كذلك تيزي وزو أمس ما كان حتى محل تجاري مغلق سواء بيع بالجملة أو بيع بالتجزئة عنابى نفس الشيء سطيف نفس الشيء ربما أردت فعل أو ارتداد قانون المالية ربما همهم الوحيد هو زيادة في الأسعار قانون المالية قال ربما ستكون هناك زيادة في الأسعار توجه مباشرة للمواد السياسية أولا قانون المالية دخل حيث تطبيق من غير المفهوم أنه قانون المالية عرضات الحكومة أو نشرة الحكومة في جوان ولا في جويليا كانت فترة كل جميع وسائل الإعلام قنوات تلفزيون الجرائد تكلمت عليه نحن أيضا دخلنا عدة مرات عن طريق وسائل الإعلام عن طريق ندوات من أجل إعطاء موقفنا من قانون المالية 2017 من بعد عرض على البرلمان هذا الناس يقولون أنه ندير احتجاج ضد قانون المالية من أجل اقتراحة في قانون المالية عام كامل الناس كامل تكلم عن قانون المالية ما قالوا نديروا إضراب ما قالوا احتجاج ما قالوا نقدموا اقتراحة كي بقيت أسبوع دخول قانون المالية حيث تطبيق باش تفكروا باش فاطلوا أجمع علاش قلوا للتجار يديروا إضراب لأن قانون المالية فيش إذن هنا إذا كان المطلوب في قانون المالية هؤلاء أو الذين صدقوهم يجتمعوا في بداية 2017 يديروا لائحة اقتراحات يضغطوا بالوسائل القانونية على الحكومة على البرلمان اللي يجي من أجل تعديلات في قانون المالية 2018 لأن حتى الآن نفرض أن الحكومة تستجيب لهذه الإشاعة قال ليا خيروا شكون هم اللي يديروا إضراب باش نتحور معهم ما كانش كل واحد يقول ما كانش ما كانش اللي يحبيت بنا الأمر الثاني حتى يبدأ للنقاش الآن في الاقتراحات شهر ولا شهر نجهزوا الإقتراحات من بعد نقدموها باش قانون يكون قانون باش الاقتراحات تعنتوا لقانون لازم تعالى البرلمان كان انتخابات تشريعية يقول لك لا لا حتى يجي دورة ثانية إذن نتلاقوا مع نهاية 2017 إذن علاش ما نبدأ وشنحضروا منظروا باش مع نهاية أو منتصف 2017 نقدموا مجموعة من الاختراحات بقوة ويتحدوا جميع التجار من أجل فرض هذه الاختراحات كده وتتقدم في إطار قوانين الماليات 2018 الأمر الآخر هنا قضية تعقلوا الماليات صحيح فيه زيادات زيادات ممكن ما تجاوز تنين ثلاثة في المئة ما لازم تكون مبرر لزيادات عشر في المئة وعشرين في المئة نطلع لك أمر آخر يا أسبوع آخر من 2016 كم الناس تحدث تقول ابتداء من 2017 راح تكون زيادات زيادة كبيرة اليوم الصبح فقط اليوم الصبح صبح وانا جاي فترة حاولتنا نسأل تكلمت مع ممثل أسواق الجملة للخضر والفواكه وتكلمت مع موزع تعلوح ومقولت له كيفاش اليوم اليوم لحم البيضاء هبطوا تبع عشر دانانير اليوم اليوم بعد اليوم الثلاثة جنوبي رغم أننا دخل لألفين بعد الخضر والفواكه ابتداء من أمس هبطوا تبع عشر دانانير ومترجحة منها المتصف جنوبي مع دخول المنتوجات الموسمية زائد مع دخول المنتوجات كبيرة مع أنت الصحراوية تبدأت تدخل مع المتصف جنوبي انخيفاض نترقبون انخيفاض في أسعار الخضر والفواكه ممكن يتروح حتى يوصل حتى إلى 25 دينار حتى 30 دينار ربما ما هي المواد الاستهلاكية اللي ربما سيمسها ارتفاع في الأسعار هو المواد يعني المواطن يوم الجزائري خاصة المواد الاستهلاكية قلوا صباح هنتج المواطن الجزائري يعني عادة هو الحليب والخبز لا الحليب والخبز والزيت والسكر هذه مواد الحليب والخبز مواد مدعمة لا يمسها زيادة مواد مدعمة الزيت والسكر مواد مثقفة أيضا لا تمسها زيادة هذه مواد لا تمسها زيادة يعني ما هي المواد الأخرى المواد الأخرى ممكن المواد المستوردة أو المواد المنتجة محلية احتمادا على مواد أولية مستوردة. لكن أنا أقول لك. جميع الأسعار معدل الأسعار المدعمة والمثقفة تبقى دائما ما تخضعش القانون المالي 2017 ولا 2016 ولا 2015. قواعد التجارة تخضع للعرض والطالب. معناها إذا كان العرض الآن السنو في 2017 المنتجين زادوا في الإنتاج. سواء في القطع الفلاحي ولا في اللحوم ولا في المصبارات أو في المواد الغذائية أو في المواد الغذائية التحولية. إذا زاد الإنتاج. أنا أكد لكم 100%. الأسعار في 2017 تكون أقل من الأسعار في 2016. مع زياد تأهيل وتحسين شبكة تخزين والتوزيع. وأيضا مع التحكم في الثقافة الاستهلاكية. أحيانا ممكن أن نحن كمواطنين أو كمستهلكين جميع الجزائريين نوسيء ثقافة الاستهلاك. يكون الاستهلاك مضطرب ثم نطالب باستغرار الأسعار. لا يمكن المحافظة على استغرار الأسعار إذا كان سلوكنا الاستهلاكي مضطرب. إذن مساهمة المواطن. هذا ما شاهدنا آخر سنة 2017 بعض العائلات توجه الأسواق من أجل الادخار. شروا مبما كميات كبيرة عن المواد الاستهلاكية. هذا المواد الغذائية الكبيرة التي تبذر عن طريق المخازن لسوء التأهيل أو عن طريق غرف تبريد. أو تبذر عند المواطنين بحيث أن الشركات تكلمنا عن كثير من الشركات الخاصة في جمع القمامات والنظافة. يقولون بالـ 60% المزابل هي مواد غذائية. معناها هنا السؤال. هذه المواد الغذائية التي تبذر أو تفسد. لكن تبقى في المحلات وتبقى في الأسواق. ماذا يحدث؟ العرض يزيد. إذن الأسعار تنخفض. إذن أحيانا أيضا مساهمة المواطن في تحسين نمطه الاستهلاكي عامل من العوامل الذي يؤدي إلى تخفض الأسعار. أكيد. سيدة أربون نوار. نتحدثنا عن الأسعار. نتبع في تقرير بورصة أسعار مواد الغذائية بسوق الصمار في تقرير فوزية مع دخول قانون مالية لسنة 2017 حيز التنفيذ كثر الحديث عن زيادات كبيرة في أسعار مست عدد مواد غذائية. كاميرا تلفزيون النهار نزلت للميدان في جولة خاطفة بسوق الجهنة في الصمار حيث وقفنا على أهم المواد الغذائية المعنية بهذه الزيادة. زيادات اختلفت وتنوعت أسبابها لكن التجار اتفقوا على ما يلي. بالنسبة لزيادات المشاهدة اليوم 2 شنفيه على مستوى سوق الجملة للصمار. هي زيادات جاءت بفعل تطبيق القانون الجديد تعاطفها خاصة من 17 إلى 19% وزيادات هذه عرفت زيادات 2% في بعض المواد إلا المواد المصنفة كمواد أساسية. هذه هي أسعار المواد الغذائية بسوق الجملة بالصمار مع بداية تطبيق قانون مالية لسنة 2017 زيادات وإن كانت طفيفة ومبررة حسب التجار فهي تثير بعضا من تخوف لدى المواطن البسيط أعود إلى ضيفي سهيد طهر بلونوار إذن ما تعليقكم على هذه الأسعاد؟ أولا صحيحة يعني رجح التاجر قال أنها رجع إلى رفع القيمة المضافة من 17% إلى 19% صحيحة هي مجمل زيادات في قانون مالية قلنا لا تتجاوز 2 أو 3% على أكثر تقدير لكن هذا إلى ماذا يقودون وإن كانت طفيفة لكن المواطن يحس بها خاصة المواطن إذا كان عندهم عدد أفراد يعلهم ومع ممكن الأجرى تكون ضعيفة مهما تكون زيادات فمواطن يحس بها حتى ولكن تكن سيف واحد لكن ماذا نقول نقول أن القطاع الاقتصادي في الجزائر عندنا عندنا من المؤهلات ما نستطيع زيادة الإنتاج والتخلص من التبعية للخارج لأنه كانت لاحظي الزيادات التي زادت حتى بشكل طفيف أو بنسبة طفيفة هي المواد الغذائية المستوردة والمواد الغذائية المصنعة محليا اعتمادا على مواد أولية مستوردة إذا كان فعلا زلنا في الإنتاج وشجعنا صناعة الغذائية التحويلية إذا كان زلنا شجعنا الإنتاج الوطني بمختلف المتوجات أتأكد أننا نتخلص من هذه كالنسبة لتفرض زيادة في الاستيرادات سواء عن طريق النقل المبعيد أو بالمتعلقة بالقدرة الشرائية إذا زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار في الإنتاج الزراعي والصناعة التحويلية الغذائية كذلك مع التركيز أكثر على إنتاج المادة الأولية أتأكد أن أسعار 2017 أو أسعار 2018 تكون أقل من أسعار سنوات الماضية أمر آخر أيضا نبه له هو قضية المضاربة والإحتيكار الآن وخاصة الدور الحكومة لا بد على الحكومة من التفكير في آليات لاستئصال الإحتيكار الذي يؤدي إلى المضاربة نأتي لك مثال حتى بعض المنتوجات التي تزيد في بداية 2017 إذا كان المخزون عندنا مخزون من ديسمبر 2016 ليس كي يبدأ جون في ينزيد لأن المخزون الذي عندي 2016 هذا كشريته استوردته أو أنتجته بناء على التكاليف 2016 وإحنا عندنا الآن المخزون الغذائي الموجود في الجزائر سواء في غرف تبريد أو غرف تخزين يكفي حتى للصيف حتى بحكم الزيادات التي يجاد في قانون مالية لا يجب أن تزيد قبل الصيف أو نهاية الصيف إذن هنا أيضا هنا الحكومة مطالبة لإيجاد آليات للقضاء على أشكال المضاربة والإحتكار ممكن المضاربة والإحتكار سيزيد في السعر الكثير من الذي يزيد فيهم قانون مالية 4 مرات و 5 مرات بالحديث عن الاحتكار ارتفع السعر الموز إلى 500 دينار لجزائري نتبع في هذا تقيير أن ترفع أسعار الموز بشكل لافت جدا حيث بلغ الكيلوغرام الواحد أكثر من 500 دينار جزائري نتبع في تقرير أسامة حجوة الموز يصنف فكهة راقية يبلغ سعرها في السوق أكثر من 500 دينار للكيلوغرام الواحد لا تتعجبوا فالسلعة معروضة والأمر عادي فما تفسير ذلك ربما المضاربة تفعل فعلتها مرة أخرى في مادة كمالية كالموز هناك حل يجب أن يعيه المجتمع للتعامل مع حالات الارتفاع المذهش كهذه موضوع يعني أن الشعب هو الذي يتسبب في كسر هذه الأسعار كيف ذلك؟ أنه يمتنع خاصة الأمور ليس ضرورية كما مثلا البانا كما الكيوي كما أمور زايدة هذه ليس ضرورية أن نهبطه السعر لماذا نهبطه؟ أنه لا نشره هي سابقة أن يصل الموز الأصفر لهذا الثمن الجنوني قصة الغلاء اللافت قد تبدو ضربا من الخيال لكنها قصة حقيقية تتطلب التدارك إذا نعود إلى ضيفي يعني شاهدنا ارتفاع على سعر 500 دينار رزائري للموز يعني هذا رجع الاحتكار يعني في حال إذا كانت هناك منافسة يعني ما نوصلوش لهذا السعر ولا اجتماعيا ولا تجاريا أن مادة القيمة انتحها السنوية أكثر من 200 مليون وتقارب 250 مليون وأحيانا 300 مليون دولار تجعلها في الدين زوج أشخاص هذا الأمر الأمر الثاني في قضية عن الموز عند الأسبوع الماضي فقط جالي واحد من الموزعين المستوردين المستوردين ثانين فقط لا تقدر حتى توصل إليهم توصل إلى رئيس الوزارة وليس لمستورد الموز جاء موزع درنام عندها كما قال دراسة بحسب الآن الحاسبة لقنا الموز الآن البانان لو كان يتباع 23.000 معنا 230 دينار لو كان الآن رأي يتباع 230 دينار المستورد عنده فايدة رابح والموزع عنده فايدة والتاجر ترزيع عنده فايدة والمواطن عنده فايدة إذن على الأقل رأي يتباع 170 دينار زيادة على السعر المفروض يتباع فيها عند الموز تهلك هذا 17.000 هذا في الكيلو العجب إذن لماذا قلنا الحكومة الآن مطالبة مع بداية 2017 ليس فقط الموز مطالبة الآن الحكومة من واجباتها من أولوياتها المفروض بالاشتراك مع المتعمل الاقتصاديين مع التجاريين مع الخبراء تفكر في حاجة ما هي الأسباب التي يجب أن اعتمدها للقاضاء على الاحتكار والمضربة في كل المجالات نأكد لك إذا كان حقة غير ناجح 30% فقط في القاضاء على الاحتكار والمضربة على مستوى التجاري الخارجية على مستوى الإنتاج نأكد لك 100% بأن قبل ما يوصل الصيف 2017 الأسعار ستنخافض على الأقل 10% أو 15% على الأقل يعني لو نتحدث على الهامش الربحة هل ربما على الدولة اليوم تسقيف هامش الربحة هل يمكن تسقيف هامش الربحة تسقيف الأسعار لا لأن هناك ارتباطات تجارية دولية المنظمة العالمية التجارة ترفض هذا الاتفاق الدولية مع الدول وكذلك قواعد السوق ترفض تحديد أسعار توجد ما عدا المواد المدعمة أو المثقفة لكن يمكن أن نذهب من أجل التفكير في تحديد هامش الربح تحديد هامش الربح تبدأ هامش الربح تحديد المستورد والمنتج ثم هامش الربح تحديد الموزع وتجر التجزيئة ثم يجي هامش الربح تجر التجزيئة نعم تحديد هامش الربح يمكن أن يساهم في استقرار في استقرار الأسعار يعني أنتم كجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ربما ما هو دوركم من أجل كضمان نعم أحنا أولا جمعية حتى الإخوة اللي رمي تصروا من الولايات كثيرة حتى أمس فقط تصروا بي مجموعة من تجار بجاية بعض منهم ما عملوش البرح تكلموا لي على وجود قضية على الجمعية رأنا نسرعه لأن الجمعية جديدة لا نسوش أن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين جديدة لأننا كنا سابقا تحت نظيم نقابي آخر لأنه الواحد لمثل التجار الشيء الذي نقول لك الآن عندنا ملف بدينا نحضره فيه كلفت مع تهم مجموعة من مثل النشرة التجارية سنقدمه إلى الحكومة إلى سيد الوزير الأول وإلى وزير التجارة قبل نهاية جونفي قبل نهاية جونفي 2017 يتضمن جميع الإقتراحات الخاصة بالقضاء على السوق الموازية أو التجارة الفوضوية يتضمن في كذلك دراسة تضمن هوام الشرب قانونية وعقلانية لكل المتعاملين التجاريين وأيضا مجموعة من الإقتراحات لكيف يمكن أن يساهم التجار في تشجيع الإنتاج الوطني وتقليص أكثر فاتورة الاستيراد في كل مواد سيد بو نوار كسؤال أخير من هذا المنبر من أجل ربما طمأنا المواطن الجزائري خصوصا مع هذه ربما التحريض على الإدراب والخروج إلى الشارع يعني ماذا نقول مواطن الجزائري وحتى التاج الجزائري خاصة أولا بالنسبة للتاج الجزائري الحمد للتاج الجزائري الأغلبية كان واعي حتى التجار الذين أضربوا أمس أو الذين مشاهم ممكن في الإشاءة أمس تعب الجاية أيضا واعيين فقط قلت لك ما هي الأسباب التي تتبع دفعتهم أمس أنهم يغلقوا محلات تجارتهم التاج المشي هو الذي يخرج الطريقة يقول لك الطريقة التاج المشي التاج المشي يحرق يشعل النار وكذا كما تحدث في أي ولاية وحدة أخرى عندنا شباب عندنا أحيانا إلى أغيرها هذا الأمر الأول الأمر الآخر المواطن يا أخي المواطن عنده دورة كبيرة دورة كبيرة في المحافظة على استقرار الأسعار عنده أيضا دورة كبيرة في المحافظة لا ضبط التموين المحافظة إذا كان يسمع الإشاعات قال الإشاعة كان إضراب يجري خزن كان سوق راحي غلق تأكدي باللي أسواق الجملة وأسواق التجزئة أمس حتى يجي مواطن يسألني هو بيجاور سوق قال لي نسألك سيب أنا دبرت الهاتف التاع كان نعيد لك كان إضراب لا لا قل له وين تسكن قل له نسكن في عنابة قل له وين بدلت في الحي سمى لي الحي قل له كان السوق تجزي أي سمو الحطاب مدام راح قريب لك روحهم من بعد عايت لي ولا نعايت لك فرق عشان القائق من بعد عاود تكلمني قال لي السحرة هم يفتحوا قال لي السوق الحطاب في عنابة راح مشتغل إذن أحيانا أن المواطن كان وسائل يستطيع أن يتأكل منها من الخبر أو من المعلومة عنا عنا ربع سنين من اللي درنا إضراب درنا إضراب الخبازين حوالي ربع سنين اعلنناها واجتامعنا وقلنا بلي إذن راح ندير إضراب وانا صار كنت نتقل اسمتها تحت تجار قلت بلي كان إضراب الخبازين وهي المطالب وندر الإضراب ونجا وفي إطار قانوني وما كانت شكل عليه أنا كانت تصريح أما كتكون خاصة أولا لابد أن نعرف سواء بالنسبة للتجار المواطن أي خبر يخرج المصدر انتاعه ما يبينش ما يظهر شروحه معنى فيه شكل احذروا أي خبر صاحبه يتخبأ أو يتستر أو ما يعمل شروحه يعني خصوصا عبر مواقع توصل إشتماعي إذا كان عندك مطلب وصحيح وقانوني ما تخافش قال إيه أنا حبيت ندير إضراب ناظر للأسباب كذا والأسباب كذا وأنا فلان ولا الممثل الجمعية الفلانية ولا المنظمة فلانية أما إذا كان تخرج إشاعة ثم صاحبها يتخبأ لابد أن تطرحي ألف سؤال على مصداقيتها نعم نتمنى الأمن والسلامة إن شاء الله شكرا لك سيد طهر بنوان نبقى دايما في ذاتها السياق ومع دخول قانون المساعدة